من أجل أن يعيش العراق تحت حكومة مؤسسات بعيدة عن ما يسمى بحكومة الشراكات الوطنية والتي تبنى على أساس المصالح الحزبية والشخصية بسرقات وفساد قدم السيد الصلخ الحسني دامظله نصيحة لما سيتصدى للحكومة القادمة بعدم الانصياع وراء الأصوات التي تدعو إلى حكومة الشراكات فنحن الآن هذه نصيحة للسلطة يعني الآن السلطة لتكون توبة حقيقية إلى الله سبحانه وتعالى الآن لتنشئ فعلاً يعني كما تقول الآن لا يكون على نحو المزايدات يعني فعلاً لتنشئ حكومة أغلبية وليكن المقابل المعارضة لا يكون ضمن الحكومة ويسرق وهذه عنوان الدلالية والقوميسيون أو ما يسمى من هذه الأمور واتفاق مع شركات وغيرها من دول ومؤسسات وجهات فنحن ندعو إلى تشكيل هذه الحكومة وليكن الطرف الآخر في المعارضة هذا الشيء الأول نصيحة لهم ويؤسس من الآن دولة مؤسسات لأن لا نعرف إذا الآن إذا صار بقية بالسلطة والضغط الخارجي لا يؤثر على السلطة وبقيت فهنا نقول أنه عليك أن تؤسس من الآن للمؤسسات أنزع وإخلع كل المرتزق الذين يحيطون بك إخلع كل المستأكلين الذين انتفعوا بك ويصعدوا عليك وعلى ظهرك وعلى اسمك لا يفيدك هؤلاء لا في الواقع الحالي لا في المحاكم الدولية ولا عند الله في محكمة العدل الإلهي هؤلاء لا يفيدون فإنزعهم وإخلعهم وتقياء هؤلاء استغلال الزي الديني داخل قبة البرلمان هو تشويه للدين ورجالته لما يعيشه السياسي اليوم من سرقاته وغيرها مما جعل السيد صرخ الحسني دام ظله يطالب بسن قانون يمنع فيه ارتداء الزي الديني أثناء العمل السياسي فنحن نطلب منهم ننصح هؤلاء أنه يمنع ارتداء الزي كل من يرقص على دي لا مجلس النواب يخلع الزي هو إما رجل دين يمارس عمل الديني هناك وأما اتخذه على نحو الزي ليس عندنا زي هذه أنت تهين الدين تهين العمامة يوجد زي عقال يوجد هذه القولنسو وعرقشين البس البستك شراوية كما يسمى حط لك غطرة على رأسك ما عندنا مشكلة أما ترتدي الزي وانت تمارس السياسة ترتدي زي وانت تجلس في مجلس النواب هذا لا يحسن له علاقة بالحرية يعني أنت إما رجل دين وإما رجل سياسة فاسق سارق مجرم ظالم قاتل ميليشياوي تكفيري هذا واقع الحال الذي شاهدناه الآن فلماذا ترتدي العمامة؟ هل تريد أن تخدع الناس أم تريد أن تخدع نفسك؟ فإذا كنت رجلا سياسيا فألبس ما يلبسه أهل السياسة وإذا كنت رجل دين فترك السياسة واذهب إلى عملك الديني على أقل تقدير على أقل تقدير عندما تمارس العمل السياسي تقول أريد أن أجلس في البيت أذهب عصراً أصلي في مسجد المنطقة الخضراء ارتدي الزيل في هذه يعني في حال كونك تمارس العمل الديني كرجل دين ارتدي الزيل أما خارج هذا العنوان عيب عليك تسرق وأنت ترتدي العمامة ومن تريد أن تخدع هو الشعب الآن زعى العمامة وهذا دليل الآن ستكشف لكم النتائج إن شاء الله قريباً لا نعلم قريباً ربما بعدها كم عام لكن إذا كثبت ستعرفون أن كيف الناس يعني نفرت عن الدين وعن التوجيهات الدينية وعن المرجعية وعن فتاة والمرجعية نصائح وإرشادات من شأنها بناء عراق جديد يعيش شعبه تحت ظل مؤسسات حكومية مستقلة فضلاً عن عدم السماح بتسيس الدين وتشويهه من خلال لبس الزي الديني وممارسات السرقات السياسية لقناة المركز الأعلامي محمد الأسدي كربلاء المقدسة